صباح الخير وأهلا بكم في منصات رقمية وهذه الجولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز ما جاء فيها منصة تويتر قد تبدأ بتصنيف التغريدات بناء على مدى خطأ المستخدمين وذلك في إطار مكفحتها لمنع انتشار المعلومات المضللة عبر منصتها المحاولة الجديدة هي عبارة عن نظام تحذير متدرج يتغير بناء على مدى خطأ المستخدم وفقا لما كشفت عنه باحثة التطبيق جين مانشن وانج والتي شرحت أنه سيكون هناك ثلاث مستويات من علامات التحذير من المعلومات المضللة وهي علامة أحصل على الأحدث وعلامة ابقى على اطلاع وعلامة المضلل إلى مشاهير عالم الفن ممثل مصري يفجر مفاجأة بتصوير فيلم مع أحد أهم نجوم هوليوود الحديث عن الممثل المصري محمد كريم الذي أعلن عبر صفحاته الرقمية مشاركته الممثل العالمي بروس ويلس البطولة في الفيلم الأمريكي الجديد A Day to Die وأعرب كريم عن سعادته الغامرة في العمل إلى جانب أكبر نجوم أفلام الأكشن في العالم وأن يكون جزءا من هذا العمل الرائع طفل أمريكي يلفط الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشجاعته الملفتة تشيز باوست البالغ من العمر سبعة أعوام فقط تمكن من إنقاذ والده وشقيقته من الغرق بعدما جرفهما التيار بعيدا عن القارب الحديثة وقعت في نهر سانت جونز بولاية فلوريدا حين استقل الأب قاربا مع طفليه إلا أن قوة التيار تسببت في وقوع الطفلة أبي جيل من القارب وسحبها بعيدا عنهما الأب بقي في المكان محاولا للوصول لابنته فيما هرع الطفل تشيز الذي لم يكن يرتدي سترة نجاة لإنقاذهما فسبح لمدة ساعة حتى وصل إلى البر وطلب المساعدة لهما ونجح بالفعل في ذلك ضرب من الجنون في تحضير الطعام يثير الجدل عبر مواقع التواصل حيث تداول الرواد فيديو لشاب صيني في مقاطعة هنان وهو يستخدم عادم سيارته الرياضية الفاخرة من نوع لمبورغيني لشواء على ما يبدو أغلى سيخ لحم في العالم وذلك بالضغط على دواسة البنزين للمركبة وهي في حالة وقوف الأمر الذي أدى لاشتعال خزان تبريد المحرك بالنار وذلك بسبب الارتفاع الكبير في درجة الحرارة الناجم عن الضغط على الوقود دون حركة تحت شعار ابقوا أطفالا طوال العمر جد ياباني يمارس هواية سباق السيارات الألكترونية رغم أعوامه التي تعدت 93 الجد الذي كان سائق سيارة في فترة الستينات بتوكيو لا طالما عشق السيارات الرياضية وحلم بقيادتها إلا أن أوضاعه المادية لم تسمح بذلك يوما حتى تدخل حفيده أخيرا وأعطاه فرصة تحقيق حلمه وممارسة هوايته الأزلية عبر ألعاب الفيديو ومقود القيادة الألكتروني ليصبح في وقت قصير من مشاهير اليوتيوب ويحصد ملايين المشاهدات والتعليقات المشجعة والمؤيدة وأن العمر مجرد رقم فيديو يخطف الأنفاس انتشر بكثرة على المنصات الرقمية بملايين المشاهدات لأنه بكل بساطة يظهر شابة تواجه دبا ضخما وتدفعه بيديها دون أي تردد هذا ما قامت به هايلي عندما هاجم الدب وصغاره منزلها الكائن في ولاية تيوتا الأمريكية فعندما رأت أنه يحاول التهجم على كلابها قررت أن تحميهم دون تردد بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا على المنصات الرقمية لليوم عودة من جديد إلى جرازيلا وأسامة اشتركوا في القناة